السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد ومعلومة جديدة ومفيدة وتحديث جديد من كنفا بركز على كنفا الفترة الأخيرة ولكن بركز عليه لأن في تحديثات جديدة جدا وفي حاجات كتيرة جدا ممكن نستفيد بها داخل كنفا وبحب دايما أطلع أصرار برنامج كنفا من خلال قناتنا على اليوتيوب كل ده موجود في البلايليست اللي اسمها أصرار برنامج كنفا النهاردة هتكلم عن تحديث جميل جدا هذا التحديث هو Extract Audio From Video Extract Audio From Video يعني أن أنا أفصل الصوت عن الصورة وده حينفعنا في إيه؟ حنشوف دلوقتي ممكن ينفعنا في إيه نفترض أن أنا عندي فيديو الفيديو ده حيكون موجود في الأبلود أنا رفعته مثلا هنا حروح للفيديوز وأبتدي أروح لي فيديو زي ده ده فيديو مدته دقتين وستاشر ثانية أنا مصوره بالكاميرا بتاعة الموبايل عادي جدا ورفعته عندي على الكمبيوتر وعايزة أعمله editing باستخدام كنفا مش عايزة أروح لأي برنامج منتاج أنا عايزة أستخدم بس كنفا وعايزة أشيل الصورة وحط مكانها حاجة تانية طب أعمل الموضوع ده إزاي؟ حبتدي هنا أضيف للتايملاين أضيف للتايملاين بتاعي الفيديو وحطدي أروح كده للفيديو بتاعي وأقف عليه بالمنظر ده ممكن كمان تدوس على duration عشان يبلك طول الفيديو بعد ما عملت duration عشان أشوف التايملاين حقف على الفيديو بتاعي ودوس right click هلاقي عندي حاجة اسمها extract audio ممكن أستخدم الشورت كات control shift E أو أعمل right click زي ما أنت عايز وحبتدي أختار extract audio لما هعمل extract audio حلاقي audio انفصل عن الفيديو ونزلي هنا في التايملاين في layer جديد حبتدي أوف على الصورة وابتدي أعمل delete تعالوا هنا مثلا على سبيل المثال لو رحت هنا للفيديو نفترض أن أنا عايزة الصوت يبقى voice over وأضيف مجموعة من الفيديوهات ممكن مثلا أضيف مجموعة كده مع بعض ممكن كمان أروح أحط مجموعة من الصور مع بعض كل ما هحطه حيبتدي audio يحصل له extend معي يعني أهو كمان 16 ثانية لحد ما خلص الدقتين و16 ثانية هنا الصوت اتركب على الفيديوهات اللي أنا حطتها الصوت هنا مش ماشي خالص اللي أنا بقوله مع الفيديوهات ولكن أنا بديك الفكرة فأنت ممكن أنت تفصل الصوت عن الصورة وتشيل الصورة وتحط الصوت والعكس ممكن تشيل الصوت وتحط حاجة تانية زي ما أنت عايز دي طريقة جميلة جدا لعمل إكستراكشن للأوديو عن الفيديو وبالتالي خلى موضوع الإديتينج أحسن وأصبح استخدام كامفا كفيديو إديتور أصبح أفضل بالأوبشن الجديد وهو إكستراكت الأوديو فروم فيديو أتمنى تكونوا استفدتم من تحديث النهاردة تحديث صغير ولكن أنا من وجهة نظري حلو جدا كل يوم كامفا بتبهرنا بالجديد وبالتحديثات الجديدة وأي جديد إن شاء الله هطلع أتكلم عنه وهينزل في سلسلة أسرار بينامي كامفا أدعو متابعيني الأعزاء إن هم يتابعوا بقية سلسلة أسرار بينامي كامفا هتلاقي مجموعة كبيرة من الفيديوهات فيها حاجات جديدة جدا وأي حاجة جديدة أو حاجة up to date أنا بضيفها لأسرار بينامي كامفا زي ما أقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو بتشوفنا لأول مرة ولو كنت من متابعينا الأعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته